عايز أخذ من كلامك بما أنك أنت تكلمت عن الدعم بالصفقات كمان كان فيه خبر النادي الأهلي نزله هو ده أنا بشوف أن أنت الإدارة هنا وفرت صفقات جيدة يا أسامة للمدير الفني وكمان هي قدرت تحافظ لك على الأجواء لما بدأ الإعلام يستغل فكرة وجود مفاوضات أنا بشوفها بسميها في رأيي هي مفاوضات الرفاهية بمعنى أن أنت المدير الفني عقد ممتد معك لموسن بتشوف عن لونج تيرم أنت ممكن تتعمل معاه إيه فبتوقت تتفاوض فبتلاقي بعض من الإعلام أو الباحثين عن المشاهدات في أماكن أخرى بيبدأ يحول الموضوع لحدث دورك هنا كإدارة أن أنت طلعت قلت لأ الراجل عقده ممتد في كل الأحوال لمدة موسم وهو بالشروط القائمة ولم يحدث تغيير في الشروط إذن أنت هنا وفرت لعبين وفرت استقرار إعلامي واستقرار فني ييجي بقى دور أنك بتنتظر تشوف مردود ده وهنا لازم جمهور النادي الألي يتطمن أن ده بيتقيم طول الوقت أنت بتعمل الدور اللي عليك وبتشوف مردوده لو مردوده إيجابي تمام لو مردوده فيه سلبيات برضو بتقف عندها وكل وقت بتقدر تشوف حيثيات ومعطيات الموضوع بالتأكيد يا فارس وأعتقد النادي الأهلي بمجلس إدارته بيتصرف وفق منصاته الرسمية ما فيش أي حد يمثل إعلام النادي الأهلي غير منصات النادي الأهلي الرسمية سواء قناة النادي الأهلي أو المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي عن مجلس إدارة النادي الأهلي وحسناً فعل النادي الأهلي أنه أزاح فكرة اللغة اللي كان دائرة عن فكرة تجديد بيت سموسماني من عدم تجديده في النهاية بيت سموسماني عقده ممتد لنهاية الموسم ففكرة أن أنت تبقى مستعجل على التجديد أو مستعجل على المفاوضات أو المفاوضات وصلت لفين أو ما وصلتش لفين ده كله يعني من شأنه زعزعة استقرار الفريق ما ينفعش أن ندرج أو ننجرب لده الرجل المكمل مع النهاية الموسم وده اللي أعلنه النادي الأهلي عبر منصاته وعبر رئيس لجنة كابتن أمير توفيق التعقدات قدر أنه يقول أنه خلاص الأمور على ما يرام وحتى يمكن كان بيتس مسماني ننازل تويتا زي ما حدراتكم شايفين ده طبعا بيتج النادي الأهلي الرسمية بيتكلم عن الكابتن أمير توفيق مسماني مستمر مع الأهلي ولم يطلب زيادة في راتبه فبالتالي خلاص دي المنصة الرسمية للنادي الأهلي فالموضوع نقفله ونركز فيه ما هو قادم وزي ما قلت عندنا استحقات قادمة عندنا كمان يعني خلاص مش بس عندك الاسماعيلي والبنك والزمالك احنا تم إعلان مباريات النادي الأهلي في مسابقة الدوري ويمكن حتى القرعة بشكل يعني في قدري كده تم اختيار النادي الأهلي رقم واحد واللي اختار حتى اسم النادي الأهلي هو كابتن أحمد حسان ميدو طبعا لعب الزمالك الأسبق والأهم من كل ده أن تقريبا 95% من جمهور النادي الأهلي وهي بتشاهد قرعة الدوري طبعا توقعوا أن بعد ما رقم واحد ظهر هيكون النادي الأهلي قدر النادي الأهلي يكون رقم واحد حتى لو في القرعة فأتمنى تكون دي الرسالة اللي وصلة للجهاز الفني واللعبين وبإذن الله وثقين تماما أنتم هتكونوا رقم واحد في نهاية بطولة دوري أفطال أفريقيا وتعملوا إنجاز لم يحققوا أي فريق لأن النادي الأهلي هو المعتاد عليه تحقيق هذه الإنجازات